التخطيط والإدارة هما أبرز العناوين التي استطاعت من خلالها الشعوب أن تتحول إلى شعوب راقية ومرفهة وسعيدة واستطاعت أن تنتج حضارات أعطت النتائج قيمة للإنسانية والإدارة والتخطيط يأتي في مهمة أساسية لإدارة الموارد المتوفرة أو كيفية إدارة الندرة في الموارد وحتى نستطيع أن ننجح في تحقيق هذين المصطلحين على الأرض وأن يعطينا نتائج حقيقية وملموسة تستفاد منها أصحاب الثروات بأننا يجب أن نقدم من بيننا من هو الأكفأ ومن هو المختص ومن هو القادر ومن هو النزيه الذي يستطيع أن يحقق من خلال التخطيط والإدارة نتائج مهمة هذه الخطوة الأولى إذا ما استحضرناها في لحظة من اللحظات التي نفكر بأننا بأمس الحاجة إليهم لا بد أن نستحضر الخطوات التالية لأنه حتى يكتمل أو تكتمل الصورة لا بد من قوانين ولا بد من آليات ولا بد من دعم للطاقات والكفاءات حتى تستطيع أن تحقق ما مطلوب منها وأن نبتعد دائماً عن الشعارات والسوفة وسنعمل وفي المستقبل لأنه العالم الآن يخطط لأكثر من عشرين سنة إلى الأمام وهذا ما يسمى بالخطط الطويلة الأمد والخطط المتوسطة والخطط القصيرة والخطط الآنية إذن الحياة لا يمكن لها أن تستمر إلا من خلال التخطيط والتخطيط هو الذي يطلعك على ما عندك وما عليك وما تحتاج وما ستحققه من خلال هذا العالم يتعامل بلغة الأرقام يتعامل بالإحصائيات يتعامل بالتكنولوجيا انتهت قضية أن تشبر وتسولف وانتهت قضية أنه القائد قال وانتهت قضية الزعيم يريد هذه العناوين لا مشكلة لي بها أو عندها لكن المشكلة أن هذه العناوين يجب أن تكون لها نتاجات حقيقية على الأرض ولذلك هذا البلد العراق يسمى بلد النهرين ويسمى بلد الخيرات ويقولون وقالوا كثيرون أن خيرات العالم كلها تنظم إلا العراق لماذا وصل إلى هذا الحد؟ هل لدينا ندرة في الموارد؟ هل لدينا مشكلة في التخطيط؟ هل تنقصنا الكفاءات؟ هل غابت الخبرات؟ أم أن الأحزاب والقوى السياسية المتكالبة على السلطة هي التي أرادت هذه الصورة لهذا البلد أن تكون بهذا الشكل وأن تستم على صدره ثمانية عشر عاماً وأن قلنا وأن كنا وأن استنتجنا وأن افترضنا أن هذه هي الحقيقة فهل لهذه الصورة من دوام للحال إلى أجل غير مسمى أم للكفاءات وللوطنيين وللخبرات رأي آخر؟